ماروك أخبار يوميا السلام عليكم ورحمة الله وتطبيق وتنفيذ كل التعليمات والتوجيهات الخاصة بالمفهوم الجديد للسلطة وتجسيدها لمبدأ تقريب الإدارة للمواطن وهي نموذج آخر للمرأة المغربية التي أبانت عن علو كعبها خصوصا في هذه الظرفية الحرجة والدقيقة التي تمر بها بلادنا في ظل جائحة كورونا وتعرف المغرب على القائدة المذكورة وذلك خلال وقوفها على تطبيق الحجر الصحي بسبب مخاطباتها التلقائية والشعبية للمواطنين خلال حملة تحسيسية بأسفي ويدكر أن القائدة حورية حاصل على دكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدستوري من جامعة الحسن تاني بالبيضاء خلقت إعجابا كبيرا من قبل المواطنين وحتى من مسؤولين بالداخلية بفضل تعاملها وأسلوبها نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يوميا